إضافة إلى التطورة الحاصلة في قطاع غزة وقد تمثلت بعمليات اختطاف لأكثر من خمس مائة فتحاوي فلسطيني في قطاع غزة هؤلاء القادة الذين كانوا يعدون لمسيرة وتظاهرة كبرى مؤيدة لأسران البواسل الذين يخوضون إضرابا غير مسبوك في سجون الاحتلال وبنفس الوقت كانوا أيضا سيعلنوا موقفهم المؤيد لخطوات السيد الرئيس أبو مازل فخوفا من الحرج وخوفا من المقارنة ما بين المظاهرة التي أخرجتها حرقة حماس قبل ذلك بيوم ومع هذه المظاهرة التي كان يزمع تنظيمها خوفا من المقارنة منعوا الشبان ومنعوا الفصائل من التواجد في تلك الساحة بل قاموا بضرب الأمهات أمهات الأسرة وشقيقات الأسرة وأهالي الأسرة في ساحة السراية ترجمة نانسي قنقر